السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد هنأمل مع بعض المقرمشات السورية او البرازق السورية المقرمشة اللذيذة جدا بجد من اربع الحاجات اللي انا جربتها اتمنى انها تنال اعجابكم مكوناتها كلها بسيطة وموجودة عندك يلا عملي لايك للفيديو واشتراك وشير وما تنزيش تفعل زراج الجرس بسم الله الرحمن الرحيم كبايتين من الدقيق عليهم معلقة صغيرة من البكينج باودر وكوباية الا ربع من سميد البسبوسة النعم اللي هو دي ايه الفينو هنقلب المكونات دي كده مع بعضها دي المكونات الجفة هنضيف ربع كوباية من الزبدة المزابة وتلت كوباية من الزيت هنخلط المكونات دي مع بعضها كويس جدا انا عايزاهم يدوبوا مع بعض كده يبقوا عمين زي حبة الرمل فهنستمر بمسجهم بالشكل اللي انت شايف هذا وللسه ما عملتش لايك للفيديو بعد اذنك اعملي لايك هنفضل نمزج فيهم بالشكل والطريقة اللي انت شايفها قبل ما نبتزي ان احنا نضيف المكونات السايلة خلاص كده اندمجوا مع بعض كويس جدا هروح بقى اجيب نص كوباية من السكر البودرة وعليها تلت كوباية من المي هنقلب المكونات دي مع بعضها كويس لغاية ما تمتزك مع بعضها قبل ما نبتزي ان احنا نضيفها على العجينة التانية فهنقلب كده لغاية ما السكر يدوب او يدوب حتى بنسبة كبيرة خلاص دي معانا السكر هنروح بقى انضيف الكلام ده يعني شوية بشوية كده على المكونات التانية هنضيف شوية بشوية لغاية ما نلاقيها الجماعة معانا عجينة متماسكة نقدر ان احنا نشكلها وطبعا احنا مش بنعجن لان دي مش مغبوزات يعني دي اقرب للبسكوتس يعني مش مغبوزات خالص هنفضل نمزيجها مع بعضها بالشكل ده ومش عجن زي ما قلنا خلاص كده جمعت معانا العجينة وبقى الجهزة وبقى معانا معا من الميا بسكر دي هناخدها بقى ونقطعها اربعة اجزاء وكل جزء هناخده بقى نقسمه القطع كتير خالص انا اخترت ان حجم المقرمشات او البرزق دي معايا تبقى حجم صغير وقدم معايا كمية كبيرة جدا يعني كمية حلوة خالص من كبايتين الديق دول انا قطعها بالحجم ده بصي دي قطع واحدة من الاربعة ديتني قطع كتير ازاي هنعملها بقى دايرة هنحطها في الحليب ونطلع هنحطها في السمسم الحليب بقى لشان تلزق معانا في السمسم طبعا لازم تكون ايه حطناها في حاجة بالشكل ده في ناس بتحب تنزلها في شرباط وبعدين تحطها في السمسم بالشكل اللي انت شايفه هندخلهم فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 بياخد وقت بسيط خالص لغاية ما يقرمشوا كده ويبقوا محمرين خلاص طلعتهم الفرن بالشكل ده وقدم معايا زي ما قلتلك كمية حلوة جدا هنبتجي بقى نرسوم في اي طبقة ولا اي حاجة يعني هو عمل معايا صانيتون كبار اللي استعملت لايك بعد ازنك عملي لايك للفيديو ولي مش مفاعل الجرس فعال الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة خلاص كده تمام هنرسوم كلهم ويبقى ده شكل النهائي اليوم لازيز جدا جدا انا متأكدة ان هو هيعجبك ولما جربتوهش قبل كده لازم تجربيه لان بجده هتدعيلي كده جنب كباية شاي ولا كباية نسكة فيه حاجة كده طحفة جدا ومختلفة من الفيديو كنا لاعجبكم بصيم ارمشة ازاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته